طيب تعالوا حضراتكم نتطمن على أخبار فرقتنا النهاردة النادي الأهلي طبعا مستر مسماني بيعلن القيمة لمباراة المريغ بكرة إن شاء الله بإذن الله المباراة بكرة الساعة 9 إن شاء الله انطلاق أول خطوة للعشرة إن شاء الله بإذن الله القيمة اللي أعلنها مسماني زي ما أنتم حضراتكم عارفين فيه أربع غيابات مؤسرة يعني عندنا أيمن أشرف علي معلول عندنا الشحات في طاهر محمد طاهر كلها غيابات لكن زي ما بنقول الأهلي دايما بمن حضر حنناقش كمان دوت موضوع ده مع الدكتور طاري الأدور خاصة ناحية الشمال إحنا عارفين لما غياب علي معلول أيمن راح ناحية الشمال أدى بشكل أكثر من رائع هنشوف إزاي لكن نشوف القيمة الأول مع حضراتكم محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شبير حراسة المرمى خط دفاع محمود وحيد أحمد رمضان بيكم ورامي ربيعة ياسر إبراهيم بدر بنون ومحمد هاني وسعد سمير خط النص عندنا أليو ديانج عمر السولية محمد مجدي أفشا أكرم توفيق وحمد فتح الخط الأمامي خط الهجوم والتر بواليا جونيور أجايي محمود كهروا مروان محسن ومحمد شريف طبعا المريخ السوداني كمان كان بيهدي درع للأهل وبيهنيه بشكل كبير جدا لكن القائمة زي ما احنا شايفين مع حضراتكم كل اللعيب على مستوى عالي جدا يمكن الغيابات زي ما قلت لحضراتكم اللي كانوا شاركوا في كاسر العلماندية مش موجود أيمن أشرف علي معلول طهر محمد طهر والشحات ده بجانب طبعا كمان غياب وليد سليمان طبعا إن شاء الله بإذن الله وليدي يكون قريب ضمن قائمة النادي الأهل يا رب بإذن الله نهاردة كمان يمكن اللي متابع أو اللي مش متابع بقى نهاردة كان فيه مسؤولين النادي المريخ السوداني كانوا حرسين جدا زي ما حضراتكم شايفينه حرسين على تهنئة النادي الأهل بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كاسر العالم للأندية السيد عمر محمد عبد الله عضو مجلس إدارة المريخ السوداني ورئيس طبعا بعثة الفريق اللي بيسلم طبعا على العميد محمد مرجان كان متواجد طبعا في القاهرة بيسلم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهل درعي النادي السوداني بهذه المناسبة وقال طبعا رئيس بعثة المريخ هنا في مصر إنه الأهل المصري ده شرف شرف الكرة المصرية والعربية والأفريقية في مونديال الأندية كعته دايما طبعا وتمنى إنه أكيد نادي المريخ السوداني والأندية السودانية الأخرى تمشي على ضرب النادي الأهل المصري في الصعود لمنصات التتويج في كافة المحافل الدولية كمان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي كمان كان حريص هو الآخر على إنه راح أكيد بالوفد السوداني في مصر طبعا إحنا أشقاء كانوا متواجدين في مقر النادي في الجزيرة أكد لهم أنه طبعا هم في بلدهم التاني وآمن طبعا بإهداء رئيس بعتة المريخ درع وعلم النادي الأهلي تقديرا وتكريما لهم وأكيد بيتمنى لهم التوفيق ترجمة نانسي قنقر